السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم قبل ساعات قليلة من انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين لدورة الالعاب الولمبية في باريس الفرنسية المصارع الجزائري دريس مسعودية تلقى ضربة مجيعة وذلك اثناء القيام بعملية القرعة الخاصة بالدور الاول لمنافسات رياضة الجيدو في وزن اقل من ثلاثة وسبعين كيلوغرام حيث ان القرعة لم تكن رحمة به وهناك حتى من شكك في صيغة القرعة المنكم المصارع الجزائري وللأسف اوقعته القرعة في الدور الاول امام منافس من الكويان او ما يعرف ما يسمى بدولة اسرائيل وهو المصارع بيتبول بنسبة كبيرة وقبل اليوم المنافسة بنسبة كبيرة وكما جرت العادة المصارع الجزائري سينسحب من هذه الدورة الولمبية كما اقول هي مجرد احتمالات لكن الغالب انه سينسحب من هذه الدورة الولمبية كما جرت العادة بالنسبة لمختلف الرياضيين الجزائريين في بطولات العالمية او الالعاب الولمبية وبعد الانسحاب ايضا سيتعرض المصارع الجزائري وللأسف لعقوبة كبيرة وهي الحرمان من المشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة لمدة تتراوح من 4 سنوات الى 10 سنوات وهو ما يعرض المشوار الرياضي للأسف للانتهاء على كل حال الساعات القادمة ستوضح كثير من الامور لكن بالنسبة كبيرة دريس المسعود وهو بطل افريقيا لمرات عاددة سيغادر الولمبياد للاسباب المذكورة وكان دريس مسعود من بين ابرز المرشحين الرياضيين الجزائريين لأسعود على منصة التتويج ولو بمضالية بروزية شكرا لكم على المتابعة في الاخير لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نشر هذا الفيديو وايضا الاعجاب وتلقبنا في اعداد القادمة لموافتكم كل ما يخص بالمشاركة الجزائرية البرنامج النتائج وابرز النتائج المتوقعة للرياضيين الجزائرية شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة